من رمالة ينضم إلينا مراسل الحدث فالح نصير فالح أهلا بك معنا هل شهدت الساعات الماضية والليلة الماضية كالمعتاد سلسلة اقتحامات واعتقالات من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق الضفة؟ بالفعل هذا ما جرى هناك كان حملة مدهمات واسعة طالت مناطق عدة بالضفة الغربية لا سيما في بلدة صوريف شمال غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية التي دهمتها القوات الإسرائيلية ودفعت بتأززات عسكرية واعتقلت عدد من الفلسطينيين كما صدرت 31 مركبة تابعة لأهالي البلدة هذا المشهد انسحب أيضا على مدينة طباس شمال الضفة الغربية مثلما جرى أيضا في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية الإحصائية الأولية تشي عن اعتقال عدد من الفلسطينيين دون أن يكون هناك عدد مؤكد من قبل الجهات الرسمية إذ إن ذلك يستدعي ربما عدة ساعات حتى يتم الإعلان عن العدد الرسمي بعد الاتصالات التي تجريها العائلات مع هيئة شؤون الأسرة والمحررين لكن هذا المشهد هو ذات المشهد اليومي بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الإحصائية الأخيرة وبحسب نادي الأسير بلغت 4665 حالة اعتقال وارتفع عدد الأسرة في مختلف السجون بين الأسرة القدامة وبين من جرى اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم 7800 أسير وسط معلومات تشي عن أن الأسرة يتعرضون لحملة تنكيل واسعة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية في ظل عمليات العزل منع الزيارات منع الاتصالات وكذلك منع المحامين من زيارة الأسرة والصليب الأحمر للاطلاع على واقع حال الأسرة بالإضافة إلى حرب التجويع التي تشنها مصلحة السجون الإسرائيلية بتقديم وجبات ربما قليلة للأسرة في وقت أيضا خيم على الرأي العام الفلسطيني قضية الأسير ثائر أبو عصب الذي قتل في السجون الإسرائيلية على أيدي 19 سجانا شاركوا في عملية الضرب المبرح ما أدى إلى وفاته ويبلغ من العمر 38 عاما جرى التحقيق معه في سجن النقب الصحراوي جرى الاعتداء عليه من قبل السجانين بالهروات كما أعلنت السلطات الإسرائيلية ونتائج التحقيق الأولية ونتائج التشريح التي أفادت بأنه لم يمت ميتة طبيعية بل مات جرى الاعتداء عليه وقد بلغ عدد الأسرة الفلسطينيين الذين قتلوا في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم هو ستة أسرة ماتوا في داخل السجون الإسرائيلية منهم جراء سياسة الإهمال الطبي ومنهم جراء الاعتداء عليه بالضرب المشهد هو ذات المشهد المتكرر في مختلف مناطق الضفة الغربية هو مشهد شبه يومي بالنسبة للفلسطينيين مثلما هو مشهد شبه يومي بالنسبة للقوات الإسرائيلية التي تقتحم وتستبيح مختلف مناطق الضفة الغربية مختلف مناطق الضفة الغربية فالح يعني هل هناك مناطق في الضفة الغربية مستثنات من الاقتحامات الإسرائيلية أم جميعها دون استثناء لا استثناءات بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي يدعي دائما ويبرر أن العمليات والحملات التي يشنها في الضفة الغربية بأنها تأتي لدواع أمنية وعسكرية هذا المبرر يتخذ منه الجيش الإسرائيلي حجة لمداهمة مختلف المناطق الفلسطينية مدن، قرى، مخيمات وهذا المشهد هو مشهد لا يغيب أو ينكفئ في وقت تواصل فيه إسرائيل حملات المداهمة التي تستمر بشكل شبه يومي منذ ساعات الليل أو ساعات الفجر الأولى حتى ساعات الصباح لكن قد يكون من اللافت أن تشن قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات في ساعة مبكرة مثل ما جرى أمس في مدينة رامالله التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية ربما في ساعة مبكرة بالنسبة للفلسطينيين هذه الحملات يشنها الجيش الإسرائيلي بشكل مباغت ربما بحثا عن مطلوبين أو أن يكون لديه معلومات تشييب بوجود أحد المطلوبين في مكان ما لتدهم أو ربما يحاول الجيش الإسرائيلي نصب الكمان أو الاستيلاء على عدد من التسجيلات كاميرات المنازل والمحالة التجارية قبل أن يقوم الفلسطينيون بشطبها وهي عادة متكررة بالنسبة للفلسطينيين أيضا إذا ما وقعت ربما عمليات أو إذا ما وقعت اقتحامات أو إذا ما اندلعت مواجهات ما بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية أو إذا ما وقعت عمليات إطلاق نار أيضا من الجانب الفلسطيني وهناك دعوات دائمة على وسائل التواصل الاجتماعي إذا ما وقعت مثل هذه الأشكال بأن يقوم أصحاب المحالة التجارية أو المنازل بشطب تسجيلات الكاميرات قبل أن يصل إليها الجيش الإسرائيلي بحثا عن المطلوبين أو من وجوههم مكشوفة وتظهر عبر تسجيلات الكاميرات شكرا جزيلا لك مرامالا مراسل الحدث فالح نصيرا شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر